بسم الله شكرا بالرب يسوع المسيح الكلمة المتجسد ولكن الرب يسوع بيجزب انتباهنا الى تطويب اخر اقصر من هذا يعني ملغاش التطويب لانها ام الله الكلمة وحملت به بالجسد ولكن لفت الانتباه الى تطويب اخر قال بل طوبة بل طوبة للذين اسمعون كلام الله ويحفظونه بل هنا لو انتو فاكرين العربي الناحو بتاع العربي مش بينفي الكلام الاولاني لكن بيضيف عليه بيوافع الاولاني ويضيف عليه فهو اضاف مبدأ روحي وقانون روحي ان التطويب هو ايضا للذين يسمعون كلام الله واحفظونه طبعا لو رجعنا الكلام ده وطبقناه على القديس العزراء مريم الليه طبعا منطبق تمام لان هي سمعت كلام الله وخضعت لمشيئة الله وقالت ليكو ليكو قولك وحياتها وسيرتها كانت سيرة نقية هي والقديس وصف النجار وتابعين لكل احكام والكل وصايا الله فالعضرة مريم اخدت التطويب مزدوج اخدته لانها حملت الله بالجسد واخدته ايضا لانها سمعت كلام الله وحفظته هو ليه بنقول الكلام ده بنقول الكلام ده عشان نقول ان شيء اساسي في حياتنا المسيحية ليس فقط ان ننتسب للمسيح يعني ايه يعني ليس فقط ان انا اقول ان انا مسيحي او مكتوب في البطاقة مسيحي او ان انا اباج الكنيسة او ان انا بعمل اي حاجة في الكنيسة او ليه اسمه او ليه خدمة او الى اخره لا كل ده حلو الانتساب للمسيح ده مبارك ومقدس واساس ضروري ولكن الضروري اكتر فوق هذا كله ان احنا نسمع كلام الله ونحفظه نسمع كلام الله ونحفظه او لكم ببساطة يعني ايه معنى انتسابنا للمسيح وانحنا وانحنا بنقره بعض او بنخاصم بعض او بيبقى في مشاكل بيننا وبين بعض وبينحلاش بمحبة مسيحية وناخد بعض المحاكم هل هذا يليق بالمنتسبين لاسم الرب يسوع توبى الذين اسمعون كلام الله ويحفظونه وهل هذا يليق او يتفق ان احنا نبقى مسيحيين وانحنا لا نعطف على بعض وبينساعدش بعض والمحزن جدا الواحد يسمع التعبير يقولك اسم مصريين مش بيحبوا بعض ومش بيقدموا بعض ويتفرق عليهم في الاشغال ازاي انهم لوفوا شغلانة واحدة ازاي انهم يكلوا بعض ويعملوا دسائس لبعض حاجات كتيرة بتوصل لنا بتبع حاجات محزنة جدا بقول يا ربي هو ده الانسان المسيحي طبعا الصورة اللي انا قلتها دي صورة مش كويسة لكن اكيد في ناس قدسين فيكم يعني وفي ناس بيحبوا بعض وفي ناس بيخدموا بعض وفي ناس بيبذلوا نفسهم من اجل بعض انا بنكرش كده لكن انا عايز بس انبه انه من المهمة جدا ان احنا راجع موقفنا من وصايا الله ومن كلام الله والامثلة اللي قلتها تنطبق على امثلة امور كتيرة نراجع نفسينا من جهة وصايا الله كلام الله وحفظ كلام الله ده الجزء الاولاد في الانجيل طيب بعدما هنتكلم عن كلام الله يبقى لازم هنتكلم عن المسيح نفسه وده اللي خلى الرب يسوع المسيح كمل الكلام هل هذا الجيل جيل شرير يطلب اية ولا طاطة له اية الا اية ينان النبي لانه كما كان ينان اية الاهل انه كذلك يكون ابن الانسان ايضا لهذا الجيل فهو ببساطة كده بيقول طب الناس عايزة ايه عايزة تشوف ايه علشان تعيش بوصايا ربنا على الرأي ما حصل في القصة بتاعة العذر والغني وبعدين الغني بيقول لابراهيم بيقول بعت له موسى ولا حد من الانبياء بيقال له حتى الان موسى مش منه الناس عايزة ايه عشان تؤمن بكلام الله وعلشان تعيش كلام الله وبعدين قال هذا الجيل شرير يعني هو مش مبسوط ان فيه حاجات عظيمة في الصين تخلينا تخلينا فعلا نعيش بكلام الله ونحفظ كلام الله ولكن الواقع بتاعنا مش كده ما احناش عايشين بكلام الله ولا بنحفظ فقال المسأل بتاعني النوا قالني النوا دي كانت احسن من هذا الجيل هو طبعا كان بيكلم على الجيل اللي كان عايش فيه المسيح يعني ولكن ممكن انطبق على هذا الجيل اللي احنا فيه برضو قال بتاعنا النوا شافوا آية غريبة قوي ان جه حوت ورمى واحد على صد البحر اللي هو يونان وبعدين لقوا يونان ده ماشي في سوارع البلد وبين نادي ويقول بعد اربعين يوم تتقلب المدينة راح كل الناس صدقوا وامنوا بالله وقدموا توبة وخلصت نينوة مع ان نينوة كانت شريرة لكن يبدو ان هذا جيل اشر من نينوة ويحتاج حاجة اعظم من اية يونان يونان ما ماتش لكن يونان كان في حكم الموت لانه كان في جوف الحوت لثلاث ايام دول ولكن لما شافوا الاية دية امن طب يا جماعة يبتوع هذا الجيل ما فيه اية اعظم من كده ازاي الاية الاعظم من كده ما تخلكوش تتحركوا وتتوبوا وترجعوا الربنا وتعيشوا حسب كلام الله ايه الاية الاعظم من كده الاية الاعظم من كده هي اية ابن الانسان كذلك يكون ابن الانسان ايضا لهذا الجيل طبعا في انجيل تاني فكمل الكلام قال لهم زي ما كان يونان فبطنا الحو ثلاث يام وثلاث ليلي هكذا يكون ابن الانسان فبطنا الحو ثلاث يام وثلاث ليلي يعني اعيز اقول لهم ايه انتو ازاي مش واخدين بالكم صحصحوا معي صحصحوا وكلكم معي دلات عشان اللي مش هيصحصحوا هتضيع من الحتة دي هتضيع من القدس كله ازاي مش واخدين بالكم ان انا اللي هو ابن الانسان اللي هو الرب يسوع ان انا هتحط في بطن الارض كان ساعتها لسه ما متش يعني وقم ثلاث ايام وبعدين لسه انتو زي من انتو فده الرسالة اللي بيقولها لنا الرب يسوع النهار ده بيقولك ازاي 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 بقولها ازاي تلات مرات عشان تصحصح ازاي انا موت عشانك ودفنت في القبر تلات ايام وتلات ليالي وقمت من الموت وصعات للسماء وانت زي من ازاي دي تيجي حد من قبل ما يجي الكنيسة فكر في حكاية دي حد فكر ان هو احنا جايين النهار ده نكرز ونبشر بموت الرب ونعترف بقيامة مقدسة هتقولوها في القدس كمان شوية واسمع صدق اعلى من صوت الشمامسة بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة نعترف هل حد فكر فيكو قبل ما ييجي الكنيسة ان هو جاي يبشر ويعترف بموت الرب وبقيامته لو فيه حد ارفع لأيده وانا مستعد ادي الهدية حلو خالص النهار ده مفيش حد طيب خد اللي اكتر من كده هو مش بس انت جاي يتبشر مش جاي يتبشر بموت الرب وجاي تعترف بقيامته ده انت جاي تشترك في جسد ودم اللي مات وقام يعني انت جاي تقبل حياة المسيح فيك يا جماعة هو احنا لما بندخل نتناول بنعمل ايه اوعى كنوا مش رغضين بالكم عايز اقول لكم حاجة على رأي السيسي اوعى كنوا مش رغضين بالكم فعلا مش رغضين بالكم انك انت جاي عشان تتحد بجسد ودم المسيح اللي مات عشانك واللي قام عشانك واللي صعد للسمع عشانك واللي دلوقتي هو عن يمين القاب عشانك وبيشفع فيك طب لما ضاعني الزهن الحكاية دي لأنا فاكر ان انا جاي بشر بالموت وبعترف بالقيامة ولا انا فاكر ان انا جاي تحت بيه ولا انا فاكر اي حاجة جاي كده دماغي مشغول بشغل العالم وحياة العالم ومشاكل العالم وشهوات العالم جاي ابيق يا ريت ابيق اني بقى حل عايز اقولها اسود برد اللبي جاي كده دماغي متطلص في حاجات كتيرة لكن الحقيقة الجوهرية اللي تخص خلاصي واللي تخليني فعلا اعيش حسب وصايا الله نسيت فانت نسيت انك جاي تبشر وانسيت انك جاي تعترف بالقيامة وانسيت انك جاي تتحد باللي مات عشانك نسيت انك جاي تتحد باللي قام عشانك نسيت انك جاي تتحد بالجالس عن مين الاب نسيت انك تتحد بالمسيح الذي يعطينا الروح القدس يرسل أرسل لكم الروح القدس والذي هنبصق من عند الآب طيب ما ده كله مش موجود هتبقى النتيجة ايه فين احنا من وصايا الله تعرف اقول ايه عجزة عجزة ببقى عاجز تعرف بالضبط زي ايه خل عربيتك كم واحد هنا بيسوقه كم واحد هنا ساقه النهار ما تغلغ لبيت الكنيسة يعني خل عربيتك تفضل بنزين وما تملهاش بنزين واقعد عزم عليها وقول لها يا مبروك احنا هنروح الكنيسة ولازم تمشي ده احنا بسحيين بنومد بالمعجزات ولازم تمشي ده انت بتاعت رئيشة مامسة في الكنيسة ولا انت بتاعت الاسيس ولازم تمشي وانتي 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 والعربية مش هتمشي وعمراها ما هتمشي ليه انا فاضية من جوه فاضية من جوه ما فيش الطاقة ما فيش الانرجي اللي هتحركها انا وانتو نبقى بلا طاقة روحية بلا قدرة روحية على الصنع وصايا الله لو 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 ما كانش فينا هذا الفكر فكر المسيح ان احنا مجغولين بحياة المسيح وبموت المسيح وبقيامة المسيح ومش بس مجغولين في الفكر ده احنا متحدين ومشتائين ده انا جاي النهاردة جاي وقلبي بيدرب 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 علشان انا مشتاء ان انا اتحد بالمسيح فلما كانش عندنا هذا الفكر وهذا الاشتياق وهذه الخبرة ازاي هنعمل وصايا ربنا ازاي هنعمل وصايا ربنا وازاي هنحفظ وصايا ربنا اللي لم يحل المسيح بالايمان في قلوبنا كيف سنحيا حياة التقوى اللي لم يكن فينا قوة الروح القدس كيف سنحيا حسب وصايا الله طوبة الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه طوبة يعني يا باخته يا هناه يا فرحته يا ساعدته مسيح ايزا نهاردة نطلع من الكنيسة فرحنين الغم اللي في قلبنا ده عايز يشيله النهاردة والغم اللي على دماغنا عايز يشيله النهاردة زي ما قال لتلميزه قال لهم اما قدرتم ان تصهروا معي ايه ساعة المسيح بيقولك النهاردة تقدر تصهر معي ساعة يعني ايه اصبق كده ساعتك لما هيبتدي الصلاة والصار هلغات ما خلص مش هنكمل ساعة مش هنكمل ساعة هل هتقدر تبقى صهراني ساعة دي بمعنى هل هتقدر تبقى يقز انك مركز فكرك في المسيح وفي عمل المسيح وحياة المسيح عطية الآب السماوي ليك في شخص الرب يسوع هل هتقدر تصهر ساعة هتقدر تصهر ساعة هتقدر تبقى يقز هتقدر تبقى يقز الساعة اللي جاية دي بعد ما خلص على طول احس بساعة مش هكتر من ساعة بنعمة ربان اذا ربان سمحنا سمح لنا نكملها هل هتقدر تبقى يقز هل هتقدر يبقى قلبك مرفوع هل هتقدر يبقى قلبك مرفوع الرب مع جميعكم اين هي قلوبكم هي عند الرب هل هتقدر تطلب لنفسك النهاردة وتطلبي لنفسك النهاردة الشركة في موت المسيح وقوة قيامته هل هتقدر النهاردة في الساعة دي وانت بتصلي وبتسبح قل له رب انا عايز حياتك في قل له يا رب انا عايز حياتك في انا عايزك انت اللي تعيش لأحيا لا انا بل ها لا احيا لا انا بل المسيح يحيا في انا عشت كتير يا رب بدونك عشت كتير في شهواتي وعشت كتير في افكاري وعشت كتير في تدبيراتي لكن اتضح ان انا مش عايز حاسها بوسطة يا ربنا هل هتطلب النهاردة تقول له انت يا ربي انت ملكي وانت سيدي انت هتملك على حياتي وانت هتقود حياتي الزهر ان انا اخلص الموضوع قبل ما اكمل قرية الانجيل ده انا عايز اكمله معكم كما كان يونان اية لأهل نينوى كذلك ايضا يكون ابن الانسان لهذا الجيل ودي فهمناها حد ما فهمش دي فيش حد ما فهماش ملكة التيمن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الدين وتدينهم لانها اتت من اقاص الارض لتسمع حكم السليمان وهو اذا اعظم من سليمان ها هنا وطبعا بيكلم عن نفسه وبصراحة كده بدون شك هو بيقول عن نفسه ان هو اعظم سليمان وانا تستغرب المسيح بيشهد عن نفسه قال لكم مالو ما ان شهدت النفس الشهاداتي حق المسيح على كده انا مش بيكلم من نفسه لان الاب اللازي فيه هو اللي بيتكلم فالشهادة حق ما فيه الشك ما تخدناش لكن ايه معنى الشهادة دي معنى الشهادة مهم جدا ومهمة لنا دلوقتي في الساعة اللي احنا نقضيها مع ربنا دلوقتي هو بيقول في التاريخ حصل كان فيه واحد اسمه سليمان كلكوا عارفين قصته ربنا ظهر له في رؤية قال له يا سليمان اطلب انا هديلك اطلب انا هديلك تخيل كده وانت قعد في الكنسة دلوقتي ربنا بيقول لك اطلب انا هديك اللي انت عايزه هديهلك هتطلب ايه فسليمان قال له انا مش عايز حاجة اعطي عبدك قلبا فهيما انا عايز حكمة فده له حكمة فده له حكمة وحكمة وفيرة جدا وغنية جدا وعميقة جدا ولم يكن في البشرية انسان احكم من سليمان وابتدى العالم برا يسمع عن حكمة سليمان طبعا ما كانش فيه التلفزيونات والانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي ومع ذلك الخبر انتشر لغاية ملكة التايمن اعتقد التايمن دي الحبشة اذا ما كنتش انا يعني مش صح فوصل الخبر للملكة دي والملكة دي قالت ان اروح اسمع حكمة سليمان وصل لها الخبر ان فيه واحد عنده ايه عنده ايه واحد عنده حكمه فقالت اسمع حكمة سليمان هي لو كان الشطرة والنصحة واللهوتية صح ما كانش تقولها اسمع حكمة سليمان حد يقولك التول تسمع ايه ها حكمة الله اللي اعطاها للسليمان السليمان ما كانش عنده حكمة الحكمة دي كانت جايله من ربنا فقال شوفوا بقى لما لقوا واحد عنده حكمة من عند ربنا الناس من بعيد او جات عشان تشوفوا وتتمتع بحكمته هو اذا اعظم من سليمان ها هنا معناها ايه بقى ها ها انه عنده حكمة اكتر انه حكمته اعظم ها ها انا عايز حد يكون من صحصة ها هو ايه هو حكمة الله يعني اذا كان سليمان اللي ربنا اداله شوية الحكمة الناس جرت وراه ما بالك المسيح الذي هو حكمة الله نفسه حياته كلها بتقول هذه هي حكمة الله هذا هو تدبير الله هذه هي مقاصد الله فانت جاي النهاردة ما انتش جاي تسمع وعزة وصدقوني انا ما كنتش محضر الوعزة بحق لا انتش شايفين معايا الايباد ولا بتاع انا كنت محضر موضوع تاني في ذهني وطرح ان انا عارف الانجيل غلط ما طلعش الانجيل بتاع الحد ده فقلت خلاص يبقى ربنا عايز نتكلم موضوع تاني خلاص انتش جاي تسمع وعزة ولا ولا كلمة انت جاي تشوف العزة نفسها مجسدة في شخص المسيح الحكمة نفسها مجسدة في شخص المسيح وزع عظم سليمان ها هنا لو انت واخد بالك لو انت واخد بالك انت جاي النهاردة عشان تتقابل مع حكمة الله وتتمتع بحكمة الله وتاخذ من حكمة الله لحياتك حتى تعيش حسب وصايا الله كان انطبق عليك الكلام طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه مش بس كده الرجال انه يقومون في الحكم يعني في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا بكرازة يونان وهو وزع عظم من يونان ها هنا أصل يونان كان رايح برسالة رايح للناس يقول لهم رسالة جايلوا الناس زيك وزيك كده بيقول لهم يا جماعان ما انطبتوش أربعين يوم ربنا يالي بالمدية رسالة لكن بيقول هو وزع عظم ليه بقى؟ هي الرسالة بتاعته عظم رسالة يونان ما المسيح قال توبو لانه قد اختار ملكوت الله ما برضو رسالة لكن هو عظم من يونان ليه ليه عملية ما نفعتش شافوا انبياء معهم رسالات كل نبي يقول رسالته ويمشي ويعدي ويموت ويجي نبي تاني يجيقول رسالته ويعدي وموضوعه يخلص قال لا انا هزهر بنفسي انا هزهر بنفسي في الجسد في شخص ربنا يسوع المسيح انا الحكمة هتجسد قدامهم انا الرسالة هتجسد قدامهم ودي قصة التجسد اللي احنا احتفلنا به وما زلنا بنحتفل به يا حبائي بميلاد ربنا يسوع المسيح وتجسده صار معنا عما نقيل الله معنا صارت الحكمة المتجسدة ساكنة معنا وصارت الرسالة متجسدة ساكنة معنا وصار لنا امكانية ليس فقط ان احنا نكرز ونبشر بالموت والقيامة ولكن نتحد بجسد الكلمة الذي هو الحكمة والذي هو الرسالة والذي مات والذي قام والذي صعد وجلس عن امين الاب من اجلنا اخر جزة في الانجيل ليس احد يوقع تصراجا ما يضع في خفية ولا تحت ميكيال بل يضع المنارة لكي ينظر الداخلون النور صارت جسدك وعينك ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت شريرا فجسدك كله يكون مظلما انظروا اذا لألا يكون النور الذي فيه ظلام فان كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما يضيع الله كان مصفاح بلا معنى ربابا يبدو ليكو ان هذا الجزء ملقوش علاقة بالجزء السابق ولكن الحقيقة هو ليه علاقة هو الرب ياسوع عايزنا نبقى منورين عايز يبقى عندنا استنارة كاملة عايز جسدك كله يبقى منور جسدك كله منور مش هينور الا بكلمة الله مش قال سراجن لرجلي ايه كلامك جسدك هينور لما تسكن فيكم كلمة الله بغنى جسدك حياتك هتنور وكيانك هينور لما تعيش فيك كلمة الله طب ايه حكاية العين العين دي معناها مش العين دي لا العين دي معناها الرؤية بتاعتك الرؤية الروحية الفكر الروحي اللي انت عايش به الفكر الروحي اللي انت عايش به يعني عايز احط قدامك دلوقتي كشفين كشف منور خالص وكشف مضلم خالص لو انت مشيت مع الكشف المنور هتبعيش فيه في النور لو انت مشيت مع الكشف المضلم هتبعيش فيه في الظلمة الكشف المنور هو فكر المسيح انشغالك بفكر المسيح بكلام المسيح بحياة المسيح اتحادك بالمسيح تبعيتك لكلام المسيح اما كشف المظلم لو انت اخترت الطريق التاني اللي هو طريق ابليس اللي كله ضلمة وفكر العالم وشهوة العالم وانشغالات العالم فانت فين فكرك النهاردة فين قلبك فين فكرك فين رؤيتك فين رؤيتك النهاردة وتفكر في ايه وعايش ازاي وماشي ازاي نفسي يا ربي كل تأصير كان موجود في الكلام اللي تقال من شوية انك انت تكمله نفسي يا ربي انك انت اللي تتكلم في قلوب كل الموجودين النهاردة تعالو بكل كينا نمجد الله تعالو بكل كينا نسبح الله تعالو بكل كينا نطلب الله تعالو بكل كينا نطلب انه يعطينا نعمة ان احنا نعيش حسب وصياه طوبة الذين اسمعون كلام الله ويحفظونه ربنا المجدد دائمنا الانو الى الابدامي ترجمة نانسي قنقر